مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب ونحن نقترب إلى ميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح والاحتفال بالكريسموس سواء الغربي أو الشرقي هناك من يطعن في مصداقية أحداث الميلاد وأيضا مش بس بيتعنوا في الأحداث نفسها لكن كمان في الاقتباسات التي يقتبسها مثلا متى أو لؤى من العهد القديم والتي فيها يقول لكي يتم ما قيل بالنبي كذا وكذا وكذا عشكدها عنوان حلقة اليوم هو اعتراضات على أحداث وتحقيق نبوات في قصة ميلاد المسيح نحاول نرد ببساطة وبكل وضوح على هذه الاعتراض نحن لا نخفي شيئا ولا يوجد عندنا شيء نخجل منه فكلمة الله كلمة حية وفعالة وأن الله حافظ على كلمته وأن كل ما كتب كتب بإرشاد الروح الكدس عشكدها مهم جدا أنه حتى هذه الشبهات نرد عليها ونتناولها بالفحص والتدقيق هبدأ بأبارة اقتباسها متى في أصحاح 2 هذه الأبارة هي ومن مصر دعوت ابني وهي طبعا المرتبطة كما تعلمون أنه بذهاب الأسرة المقدسة إلى مصر وعندما قال الملاك ليوسف أوم وخد الصابي وأمه وانزل بهم إلى مصر لأن هيرودس كان مزمع أن يقتل المسيح وبسبب التهديد أنه ده ملك وممكن يؤثر على مملكته وينتزع منه الملك فنزل يوسف إلى مصر وبعدين لما رجعوا من مصر قال لكي يتم ما قيلة بالنبي من مصر دعوت ابني أول حاجة أو أول سؤال كيف لمتى أن يقتبس هذه العبارة من مصر دعوت ابني وأساسا هذه العبارة ليست نبوة هي لما نقراها في هو شعب ليست نبوة لكنها سرد لأحداث تاريخية متعلقة بشعب إسرائيل وبالخروج من أرض مصر كويس فكيف لمتى وبأي حق متى يقتبس هذه العبارة ويقول أنها قد تم لكي يتم ما قيلة بالنبي من مصر دعوت ابني فهي ليست نبوة وبالتالي يكون متى قد أخطأ أو متى بيلزة زي ما هم بيقولوا بيلزة نبوات من العهد الأديم علشان يقول أنها بتتحقق في المسيح فهل هذا الكلام أو هذا الإدعاء صحيح أم لا كمان النبوة هذه واردة في هو شعب 11 وزي ما قلت هي إشارة لشعب إسرائيل إشارة لوجودهم في مصر وخروجهم من أرض مصر إلى أرض كنعان وإن الرب طلعهم من أرض مصر وإسرائيل هو الابن البكر زي ما يقول عنه والرب خرجهم من أرض مصر يعتقد بعض المعترضين أن متى كيهودي يعلم عبارة هوشا فاخترع حادثة نزول الأسرة المقدسة إلى مصر متى عايز يعمل بروباجندا حوالين قصة ميلاد المسيح فعملي هو يعلم أنه وبما أنه هو يهودي هو يعلم هذه النبوة الموجودة في هوشا أو هذه العبارة الموجودة في هوشا فاخترع اخترع قصة هروب المسيح مع مريم يوسف إلى مصر كويس فهي ليست قصة تاريخية لكنها ليس قصة من اختراع متى علشان يقول أنه يعني زي ما حصل في أحداث الخروج في العهد القديم كذلك أيضا حدث عند ميلاد الرب يسوع المسيح وأنه هذه العبارة من مصر دعوت ابني هي نبوة عن المسيح طبعا هذا الكلام يخلو من الصحة وحضراتكم ممكن تجدوا فيديوهات بتطعن في نزول الأسرة المقدسة إلى مصر وإلى آخر هذا الكلام الذي ليس له أي أساس من الصحة مشكلة هؤلاء أنهم المدعين مشكلة هؤلاء أنهم بيروحوا إلى كتابات معادية للكتاب المعدس كتبها نقاد للكتاب المعدس وكتبها لهوتيين متحررين يطعنون في تاريخية الأحداث وبيجيبوا هذه الأمور ويقول لك عليها أديكو أدي شايف أهو هذا الحدث لم يتم مع أنه ما بيجيبش أي ردود على هذا الأمر أو أي كتب أخرى بتتكلم وبتقدم الرد بالبراهين والأدلة على تاريخية هذا الحدث لكن ده مش موضوعنا اليوم لكن العبارة موجودة في هوشع أصحى 11 وفي الآية الأولى وخليني أقرأ من 1 إلى 3 لما كان إسرائيل غلاما أحببته فالكلام هنا عن إسرائيل اللي هو شعب إسرائيل بيقولوا رب لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني يبقى ابني هنا إشارة إلى هذا الغلام اللي هو إسرائيل كل ما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتمثيل المنحوطة وأنا دركت أفراي ممسكا إياهم بأذرعهم فلم يعرفوا إني شفيتهم كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم ومدت إليه متعما إياه كلام كله عن شعب إسرائيل معاملات الله عن شعب إسرائيل إنه زي لما كان في مصر الرب حبه وإنه زي الرب دعاه من أرض مصر لكن للأسف إسرائيل ربط نفسه بالأوثان وعبد الأوثان وابتعد عن الرب لكن ما زال الرب بيحاول إنه يجذبه مرة تانية إليه فهي وصف وصف لحالة إسرائيل ووصف لمعاملات الله وإحسان الله اللي عملوا مع إسرائيل في القديم واللي مذال بيعملوا معهم في الحاضر طيب لما نرى النص بتاع ماتة بقول فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر بكلم على يوسف النجار قام وأخذ الصبي وأخذ مريم ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودز لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني زي ما قلت الاعتراض هنا أن هذه الآية ليست نبوة هذه الآية هي وصف لما حدث لما صنع الرب مع شعبه في القديم فهي ليست نبوة فكيف لمتى يقول أنها نبوة لكي يتم ما قيل بالنبي لكي يتم ما قيل بالنبي القائل من مصر دعوت أمه هل متى أخذ؟ هل متى بيلزق نبوات من العهد الأديم وعبارات من العهد الأديم علشان يقول أنها تحققت في المسيح؟ هل هذا هو الوضع؟ بكل تأكيد لا وحاشة عشان نقدر نفهم كلام متى لازم نفهم الكلمة اللي بيستخدمها أو العبارة اللي بيستخدمها متى باستمرار لكي يتم لكي يتم to be fulfilled أنه أنه إزاي أو يكمل أو يتمم يعني إيه العبارة دي؟ العبارة دي ليها ثلاث استخدامات في متى وده المفتاح لفهم هذه المعضلة أي دارس لما يدرس كلمة الكلمة يتم أو يكمل أو يتمم العبارة دي ليها ثلاث استخدامات في كتابات متى وفهمنا لهذه الاستخدامات هو يعتبر المفتاح لفهم استخدام متى لكلمة لكي يتم ما قيلة بالنبيه أو الاستخدام هو الاستخدام مباشر استخدام المبني على لكي يتم أو الاستخدام بنسميه التحقيق نبوة هو استخدام مباشر يعني إيه؟ يعني إن هناك نبوة في العهد القديم هذه نبوة تكلمت عن حدث أو عن موقف أو عن أمر مرتبط بالمسية هذه النبوة قد تحققت في الموقف الفلاني في شخص يسوع المسية كويس؟ مثل أجيب مثل على هذا الأمر إنه لما يقول في أشعياء 7-14 هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ هذه النبوة في العهد القديم كويس؟ هذه النبوة تحققت عند ميلاد المسيح كويس؟ وتحققت في ميلاده من عذراء يعني كده من حق متى أن يقول لكي يتم ما قيلة بالنبيه يتم ما قيلة بالنبي يعني تتحقق النبوة اللي نطق بيها النبي سابقا هذا من سميه استخدام مباشر لكلمة لكي يتم إنها نبوة وهذه نبوة تحققت طيب فيه استخدام آخر لكي يتم بمعنى أنه يحقق أو يكمل يعني مثلا لما بيقول للرب يسوع لا تظنوا إني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل لكي أتمم هي نفس الكلمة باليوناني ونفس حتى التباينة بتاعتها بالإنجليز بالرؤو فلكي يتمم يعني هي يتمم هل مقصود أنه في نبوة معينة بتتكلم عن النموس كويس في العهد القديم والرب يسوع بيتممها لا لكي يكمل يعني يحقق أنه يتمم كل ما قيل عنه النموس وما كتب عنه النموس فالمعنى هنا ليس إشارة إلى نبوة لكن المعنى هنا إشارة إلى اكتمال الإعلان وتحقيق هذا الإعلان الإلهي في شخص يسوع المسيح عندما جاء كويس ده استخدام تاني لكي يتم نفس العبارة أو نفس الكلمة أيضا وردت مرات ومرات في كتابات متة بمعنى بنسميها بمعنى مجازي أو رمزي يعني إما طيبولوجيكل كويس أو بمعنى أنالوجيكل الطيبولوجي اللي هو المجازي إنه هناك حدث معين كويس هذا الحدث هو فيه رمز لحدث آخر أو حدث حصل في المستقبل هذا الحدث اللي حصل في المستقبل كان هناك حدث في القديم يرمز له واضح الفكرة فهو لا يتحدث عن نبوة مباشرة لكنه يتحدث عن أحداث لها معنى ويمكن استخدامها مجازيا زي وده معروف جدا في كتابات اليهود يعني مثلا حادث الخروج لما نكلم عن حادث الخروج آه الخروج وخروف الفصح هو مجازيا يرمز للمسيح ومجازيا يرمز إلى الخروج الذي يصنعه المسيح عندما يأتي بتقديم نفسه ذبيحة عن خطيانا فالاستخدام لكي يتم لا يشير إلى نبوة حققت لكن يشير إلى حدث له معنى ومغزى ويستخدم مجازيا مجازيا للإشارة إلى حدث آخر وعش كده لما نيجي إلى حادث خروج شعب إسرائيل من أرض مصر هذا الحادث مجازيا مجازيا يمكن عندما نأتي إلى حادث نزول المسيح إلى مصر ورجوعه من أرض مصر نقول أنه هناك هذا مجاز هذا طيب لده ده إشارة لده ده في تشابه مع ده ده المقصود هذا يرمز لده كويس وده لإستخدام التالت وبنجده فيه آيات كثيرة استخدامها ماتة لكي يتم مقيلة بالنبي ونتكلم عنها طيب لما نيجي إلى بالنسبة لماتة بالنسبة لماتة هو ماتة لا يكتب يعني أي حاجة ماتة يهودي ويعلم جيدا أحداث العهد القديم ويعلم جيدا نصوص العهد القديم بالنسبة لماتة يوجد تشابه كبير جدا بين تاريخ إسرائيل والخروج من مصر وما بين حياة المسيح بداية حياة المسيح والرجوع من مصر كويس وده اللي عرفوا ماتة فنشأت الأمة اليهودية كويس ونزولهم لمصر وبعدين رجوعهم رجوعهم وخرجهم من مصر ورجوعهم إلى أرض كنعان هذا الحدث نفسه يشابه يشابه هناك تشابه هناك مجاز هناك معنى مغزى رمزي في هذا لحياة المسيح كويس ونزوله لمصر وخروجه من مصر ده اللي مقصود ده اللي مقصود عشان كده من الملاحظ كمان أنه ماتة يعلم جيدا أنه هذه الآية هذه الآية في الترجمة السبعانية لما ترجمه نص هوشع 11 واحد ما قالش ومن مصر دعوت ابني قال ومن مصر دعوت أبنائي إشارة إلى إسرائيل إلى إسرائيل ف لكن النص العبري النص العبري في ابني وعش كده ماتة تقتبس النص العبري ولم يقتبس الترجمة السبعانية لأنه يعلم أن هناك تشابه ما بين نشأة المسيح وحياته الأولى كطفل ونزلوا إلى مصر وما بين حياة شعب إسرائيل ووجودهم في مصر وخروجهم من مصر ورجعهم إلى أرض إلى أرض كنعان كويس أتمنى أنه ده يعني يكون واضح لحضر لكم البشير ماتة رأى أنه في أحداث الخروج خروج شعب إسرائيل من مصر هناك تشابه كبير ما بينها وما بين حياة الرب يسوع وبداية حياته في اليهودية كويس وأنا أجيب هذه التشابهات أو يطلق والتشابهات دي وضح أكتر مايكل براون وهو أساسا لهوتي من أصل يهودي آمن بالمسيح وسمى هذه الرموز بيسميها ميسيانيك طايبولوجي أو رموز متعلقة بالمسيح ميسيانية كويس هيذكر نذكر منها الآتي نذكر منها الآتي ايه التشابه ما بين هروب يوسف ومريم ويسوع إلى مصر ورجوعهم من مصر وحادث الخروج كويس أول تشابه وجود خطة لقتل الأطفال الزكور في الحالتين إزاي لما نعرى في سفر الخروج أصحاح واحد أنه فرعون الذي قام على مصر وقام على مصر فرعون جديد لم يكن يعرف يوسف هذا الفرعون الذي قام على مصر والذي لم يكن يعرف يوسف رأى أنه شعب إسرائيل كبير جدا وأنه هذا الشعب إذا 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 اتفق مع الأعداء يبقى عندنا عدو من الخارج وعدو من الخارج من الداخل يبقى إحنا في مشكلة كبيرة فهلما نحتال لهم هلما يعني نأثر في عمرهم أنه إحنا نضغط عليهم للدرجة أنه أعدادهم لا تتكاثر كويس ومن ضمن هذه الخطة اللي وصلت لفرعون أنه أحسن حاجة نعملها أنه نقتل كل طفل زكر يولد فكانت هناك خطة لقتل الأطفال كويس وده الوقت اللي تولد فيه موسى وأمه خبأته ثلاث شهور إلى آخر القصة دي في أصحاح اثنين من سفر الخروب فهناك كانت خطة لفرعون أن يقتل الأطفال كذلك أيضا كانت هناك خطة من هيرودس أن يقتل المسيح كويس وبعدها قتل الأطفال فهناك تشابه في الوضعين كان هناك تهديد لشعب إسرائيل ولأطفال إسرائيل وهناك أيضا تهديد ليسوع الطفل المولود في بيت لحم والذي يريد هيرودس أن يقتله كويس وهيرودس قرر قتل الأطفال في بيت لحم ده أول تشابه ده التشابه اللي الفكري متى وهو بيكتب من مصر دعوت ابني إزاي هناك تشابه ما بين هذا الحدث الخروج وأيضا حادث خروج يسوع الصبي ومريم ويوسف من مصر تاني شبه إسرائيل كأسرة صغيرة اتعرضت للهجوم ويسوع أيضا كطفل صغير اتعرض للهجوم هناك محاولات لإبادة إسرائيل كما أيضا هناك محاولات لقسل المسيح كويس وده بنشوفها بكل وضوح بكل وضوح في الحادثين اللي يقرى فينا خروج الأصحات الأولى واللي يقرى فينا ميلاد المسيح في متى واحد واثنين هيقدر يعرف هذا التشابه كمان يوجد تشابه ما بين يسوع وموسى أو إسرائيل وموسى ويسوع الاتنين خرجوا إلى أرض المعاد الاتنين خرجوا إلى كانعان عادوا إلى كانعان لم تكن مصر هي المكر الدائم لهم كانت مصر هي الحماية لهم وعلى فكرة أنا أؤمن شخصيا أنه بسبب هذا ما زال هناك بركة في أرض مصر حتى الرب لما قرر أنه ينزل يعقوب وأسرته السبعين شخص ينزلهم مصر نزلهم لكيما يحميهم نزلهم لكيما ينميهم كشعب لكن لم تكن مصر هي المقر الدائم لهم أنا بسميها زي أو بشبهها أوقات كتيرة زي الرحم اللي فيه بيكبر الجنين لكن أول ما بيكبر لازم يرجع لازم يخرج فبالتالي شعب إسرائيل كان في مصر وقاعد في مصر كبر كذلك أيضا يسوع ظل في مصر حتى مات الذي كان يطلب أن يقتله وهو هيروديس فكانت مصر بالنسبة لشعب إسرائيل الحماية في السنين الأخيرة ازدادت عليهم العبودية والقصوة بس دع لشان ربنا كان عايز يخرجهم كان عايز يحرك العش بتاعهم فيبقى عندهم الاستعداد أن يتركوا مصر إلى أرض كنعان كويس والمسيح يسوع كان في مصر في أرض الحماية وقاعد فيها لحد لما مات يرودس فشعب إسرائيل رجع لأرض كنعان ويسوع المسيح ترك مصر ورجع إلى أرض كنعان رابعا كان هروب اللي اتنين بالليل هناك هناك ظلمة كانت هناك ظلمة وظلام فيقول لنا مثلا عن يوسف ومريم فقام وأخذ الصبي وأمه ليلة وانصرف إلى مصر كمان الخروج لما نقرأ عن الخروج أنه حصل بالليل لم يقول فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في أرض مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت الليل الليل ودائما يشير إلى الظلمة إلى محاولات إبليس إلى سيطرة إبليس على الموقف فكما سيطر إبليس على فرعون وعلى جنوده أن يقتل شعب إسرائيل كذلك أيضا هيرودس سيطر عليه إبليس لكي ما يقرر أن يقتل الصبي المولود شعب إسرائيل كمان عبر نهر الأردن عشان يدخل أرض كنعان المسيح بدأ خدمته من عند نهر الأردن في المعمودية من يوحن المعمدان عشان يبدأ خدمته العلانية هذه التشابهات بنسبة لنا ممكن تقول بس التشابهات دي يعني لوحن مفكرش فيها بس اليهود بيفكر فيها متى بيفكر فيها اليهود بيفكروا فيها اليهود عندهم هذا الفكر بكل بساطة موجود في كل مدارسهم الفكرية وتفسيرهم اللاهوتية هي أنه إزاي بيروا في أحداث نوع من الرمز والمجاز لأحداث أخرى كويس فمتى ليس بالغريب ده يهودي نشأ في اليهودية وهو يعلم جيدا أن هناك تشابهات ما بين حادث نزول المسيح إلى مصر ووجوده لمصر وخروجه من مصر وحادث نزول شعب إسرائيل إلى مصر وخروجهم من مصر إسرائيل دعي ابن في العهد القديم إسرائيل دعي ابن فتقول لفرعون ده الرب لما أرسل موسى قال له فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر وهذه البنوة هي بالتبني ربنا تبنى شعبه جعله كاب واهتم بيه هو كاب أما يسوع فليس ابني بالتبني لكن ابني بالطبيعة الابن الذي هو في حدن الآب كلمة الله في البدء الذي كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عشكدي يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت مرات ومرات فزي ما إسرائيل وصف بأنه ابن كذلك يسوع أيضا أعلن أنه ابن الله بالطبيعة طيب تشابه آخر ما بين إسرائيل والرب يسوع إسرائيل قرب في البرية أربعين سنة أربعين سنة يجرى في البرية بس ده كان بسبب عسيانهم وخطياهم وتمردهم على الرب أما يسوع فقد قرب في البرية أربعين يوما أربعين يوما كان يجرب إسرائيل فشل في كل تجارب المسيح نجح في كل تجارب كما أن شعب إسرائيل استلم التوراة على جبل سينة جلس يسوع أيضا على الجبل وفتح فا وابتدأ يقول لتلميذ طب المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طب الحزانة لأنهم يتعزون هذه هي مبادئ ملكوت السماوات فكما أعلم الله لشعبه مبادئ النموس وشراء النموس من على الجبل كذلك أيضا أعلن يسوع وهو على الجبل مع تلميذه دستور الملكوت اللي هو المعزة على الجبل كل نقاط التشابه دي كل نقاط التشابه دي كل هذه النقاط المهمة للتشابه ما بينها خروج شعب إسرائيل من مصر وبين نزول الرب يسوع إلى مصر وخروجه من مصر كانت فكري متى وهو بيكتب كانت فكري متى وهو بيكتب لهذا أشار متى إلى قول هو شع النبي من مصر دعوت ابني ليس كنبوة تحققت بل كمجهاز كرمز كتشابه وكأن خروج شعب إسرائيل كان يرمز إلى ما سوف يتم في نهاية الزمان عندما يأتي المسيح أيضا ويعود من أرض مصر فكما حدث لشعب إسرائيل الإبن ورجوعه إلى الناصرة كويس حدث أيضا ورجوعه إلى أرض كنعان حدث أيضا ليسوع الإبن ورجوعه إلى اليهودية وسكنه في الناصرة عش كده يعتبر تتميم أو تحقيق هو اكتمال أو تحقيق وتتميم لتاريخ إسرائيل وكأن الرب يسوع بيقول أنا هو إسرائيل الجديد عبد الرب الجديد إسرائيل الذي فشل برغم من الخروج برغم من رجوعه إلى أرض كنعان برغم من كل معاملات الله معاه في القديم إلا أن أنا عبد الرب الذي يسر قلب الله الذي يفعل مشيئته ده التشابه وعش كده بنقول إنه ماتت اقتبس هذا النص لم يخطئ ولم يلزأ نبوات علشان بس يقول إنها تحققت في المسيح لا لا ماتت كان يعلم جيدا أن أحداث الخروج هي رمز لما يتم في حياة المسيح أو لما قد تم في حياة المسيح وهروبه إلى مصر ورجوعه من مصر مرة تانية إلى أرض كنعان هو يرى في الحادثين خروج ويرى في الحادثين معاملات الله وحفظ الله زي ما حفظ إسرائيل أيضا حفظ المسيح ومريم ويوسف طيب أجي إلى نقطة أخرى أو اعتراض أخر هذا الاعتراض مرتبط بحادثة ذبح أو قتل هيرودس للأطفال في بيت لحم ولا خاصة في الآتي وأن هذه الحادثة يعني المتخيلين هي هذه الحادثة هي مسبحة مسبحة بيت لحم ومتخيلين أنه في مسبحة بيت لحم زبح مثلا ألفين أو تلات أو أربعة تلاف طفل وإذا كان هذا الوضع بهذا الشكل فكيف حتى للمؤرخين اليهود أنهم لا يذكروا شيئا عن هذه الحادثة كويس فبيقولوا ليه ما بنجدش أدلة مثلا في كتابات يوسيفوس عن هذه الحادثة لماذا لم يكتب عنها وبما أن يوسيفوس لم يكتب عنها فهذه الحادثة من تأليف ماتة هذه الحادثة من تأليف ماتة وليس لها أي أساس من الصح هما بيمشوا بمبدأ أنه مداما الحاج دليل موجود دلوقتي معانا يبقى لم تحدث فعدم وجود دليل معناه عدم حدثها معين ده مبدأ غلط مبدأ غلط لأنه هناك أحداث كثيرة صمت عنها يوسيفوس في كتاباته عن اليهود لكننا نعلم جيدا أنها قد حدثت لكن هو لم يذكرها كويس لكن خليني أرد على هذا الاعتراض لما يقول هنا في ماتة اتنين حينئذن لما رأى هيرودوس أن المجوز صخروا به دحكوا عليه قالوا لهم أنا عمتظركوا روحوا شوفوا هو فين وتعالوا وأنا منتظركوا قلوا لي مكانه عشان أنا هو اللي بيتحكى اليومين أنا أروحه كمان وأسجد له بس لما راحه هناك عند الصبي ملك الرب قال له ما ترجعوش تاني ليه هيرودوس فأخذوا طريق مختلف ورجعوا فلما علم هيرودوس أن المجوز سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لح وفي كل تخيمها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوز حينئذن تم ما قيل بأرمية النبي القائل صوت سمع في الراما نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين حاجتين في الأمر ده هل هذه الحادثة تاريخية؟ تاني حاجة هل اقتباس متى من أرمية هنا؟ اقتباس صحيح؟ ولا برضو تلزي كويس؟ هنجواب عليهم بنعمة المسيح أول حاجة هيرودوس ومسبحة بيت لحم هل أمر هيرودوس بقتل الأطفال في بيت لحم؟ حسب الرواية الكتابية صح لا يوجد أبدا شك وإنت بتقرأ الكتاب مؤدس أن هذا فعلا ما قد حدث طيب أجي إلى نقطة أخرى قبل ما أتكلم عن حدوثها أو عدم حدوثها خليني أتكلم عن هيرودوس رجل الدماء لأن لما أعرف مين هو هيرودوس وبعدين أسأل السؤال هل ممكن هيرودوس يعمل كده ولا ما يعملش؟ يعني ليت سيء مثلا لما تيجي سيرت هتلر ونقول عن هتلر وأنه إزاي أتل ستة مليون يهودي في أفران الغاز إلى آخره لما نقول هل ممكن هيرودوس هل ممكن هتلر يكون أتل من الطفل؟ إجابة طبعا إذا عمل ده كله ما يقدرش يعمل دي إذا كان هو بهذه القصوة ما يقدرش يعمل ديا فبالتالي أقدر أقول آه هذه الشخصية تعمل كده وأكتر تعمل كده وأكتر لكن إذا جيت مثلا إلى شخص ملك معروف عنه بالتقوى والبر والأمانة ومحبة شعبه لو ما يجي مثلا للشيخ زايد مثلا مؤسس الإمارات وقول هل الشيخ زايد؟ لو أنا مثلا بنتكلم وقول إنه آه فيه لو وجدوا في الإمارات مثلا أنا بقول مثلا وجدوا في الإمارات مقبرة جمعية فيها 200 جسة لطفل صغيرين ما حدش فينا يقدر يجرؤ ويقول إنه آه الشيخ زايد عملها لأنه معروف عنه محبة وحبه لشعبه وكرمه وشخص كان كويس بكل مقيس مقيس البشرية بتاعتنا فما حدش فينا يقدر ينسب المسبحة دي لشيخ زايد لكن لو هو المكان دون فيه هتلر كويس وحصل إنك تم اكتشاف مسبحة وتم اكتشاف أطفال ميتين أقدر أقول هتلر بدون أدنى شك فهل هيروديس الكبير كان بهذه الوحاشة إنه يرتكب مسبحة يقتل فيها الأطفال أنتوا هتحكموا مش أنا لحق كويس هيروديس بدأ حكمه سنة 37 قبل الميلاد 37 قبل الميلاد حتى سنة 4 ميلادية يعني كده دايما بنقول إنه ميلاد المسيح كان غالبا غالبا معظم اللاهوتيين يتطفقوا على إنه كان في السنة الخمسة أو الستة قبل الميلاد لأنه ما ينفعش يكونت ولد بعد موت هيروديس اللي مسجل تاريخيا سنة 4 قبل الميلاد هيروديس معروف إنه كان رجل منحل أخلاقيا فاسد في حكمه تمتلك الغيرة القاسية والشكوك المدمرة ده معروف عنه ده اللي يعرفين التاريخ الروماني يعرف كده اللي يعرفين التاريخ يعرف كده في مرة حس إن عمه ممكن ينقلب ضده فقاتله كان عنده زوجة بيحبها اسمها مريم في أكتر من مرة كان يقول أنا لما أموت أنا أمرت جنودي لما أموت يقتله مريم لأنه ما ينفعش تعيش من بعدي إحنا الاثنين مدفون واحد بس هو عمل بقى إيه هو قتلها وقتل أبناءه التلاتة تلات أبناء عنده أبناء كثيرين بعد كده لكنه قتل من أبناءه تلاتة أنا عايز أقول لكم إذا إنسان بيمد إيده على أبناءه عشان يقتلهم فأي رحمة تتوقع منه تجاه أطفال لا يوجد لا يوجد فهو كان شخص قاسي جدا شكاك جدا عنيف جدا دموي جدا أقول لكم إلى أي مدى كان هذا شخص وحش هو يعلم إنه لما يموت ما فيش حد من اليهود هيبكوا عليه يمكن ينزغرته فكتب وصية يوم مما ماته يوم مما يموت إنه تم أتل ألفين شخص من قادة اليهود في اليوم اللي هيموت فيه فيضمن إنه كل اليهود يبكون يوم وفاته شفتوا جنان قبل كده بالشكل ده طيب الامبراطور أكتاستوس قال عن هيرودس عبارة بتجدها في كل الكتابات أكتاستوس قال عبارة مهم جدا قال خير لك أن تكون خنزيرا في بيت هيرودس عن أن تكون ابنا له خير لك أن تكون خنزيرا في بيت هيرودس عن أن تكون ابنا له يعني إيه كلام ده هيرودس لم يكن 100% يهوديا كان كان ميكس أدوميا على يهوديا لكنه كان بيحفظ النواميس اليهودية وبالتالي ومن ضمنها هي عدم أكل الخنزير فكانه بيقول أنت لو خنزير في بيت هيرودس عمره ما هيمدي إيدك عليه عمره ما هيمدي إيده عليك لكن لو أنت ابن أنت هيتبحك هيقتلك فخير لك لو أنت عايز تبقى في أمان خير لك أن تكون خنزيرا في بيت هيرودس عن أن تكون ابنا له لأنه لم يشفق على أبنائه وقتالهم فلما نيجي إلى حادثة أن هيرودس يقتل أدفل السؤال هو هل ممكن هيرودس يعمل كده 100% يعمل كده وأكتر ده أول سؤال تاني سؤال يا ترى إيه هو حجم بيت لحم هل هيرودس أتل 2000 3000 4000 تفل يعني النهاردة عدد سكان بيت لحم غالبا تقريبا يعني ما بين 20-25000 وأنا قد زرت هذه القرية لكن ماذا كان عدد سكانها قديما قرية بيت لحم تعتبر قرية صغيرة جدا جدا شو كده يقولها وأنت الصغرى كانت قرية صغيرة جدا قريس وبالتالي لأنه عدد سكانها كانوا قليلين جدا بنقرأ عنها لما يكتب لنا عزرى في أصحاح 2 عن عدد الذين خرجوا اليهود الذين عادوا من بابل إلى اليهودية فيقول إنه 123 123 شخص سكنوا في بيت لحم يعني السكان بيت لحم في الوقت ده كان 123 صغيرة طب أخذ الأخ هجب وأرجع أكمل مع حضرتكم هلو سلام المسيح سلام المسيح كيفك وحشنا كيف أخبارك أشكر الله بخير أنت كمان صداني وحشنا الله يخليك ربنا يبركك حبيبي كل عام أنت بخير ومنت بخير وصحة وسلامة إن عادة لك وأنت والأهل شكرا لك شكرا لك حبيبي ربي بارك الله يخليك فاضل الله يخليك حضرت الدكتور أشرف يعني للأسف يعني نحن نشوف دايما اعترضات على نبوآت الربي أسوع المسيح في العهد القديم يعني مع أنه الكتاب المقدس في العهد القديم ما لي كمان في النبوآت عن شخص الربي أسوع المسيح سواء في القيامة أو بالميلاد أو والسهر يعني الإصحاح الثالث الآية 14 والآية 15 أقول لك فقال رب الاله للحية لأنك فعلت هذه ملعونة أنت من جميع البهائل وجميع وحوش البرية على بطنك تسعين تسعين وترابي تأكلين كل أيام حياتي وأضاع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلة هو يسحق رأسك نعم وأنت تسحقين عرقيبه في تكوين 3 14 15 يعني في هذا الكلام موجود إتمام هذه النبوه دكتور أشرف ولجميع الموزين والسامعين في هذا الكلام في موجودة في رسالة بولوس الرسول لأهل غلاطية الإصحاح الرابع الآية 4 أو العدد يعني العدد 4 نعم بقول لك ولكن ما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة مولودا تحت المموخ نعم من هي المرأة هي القديسة الطباوية الطاهرة العفيفة مريم العضراء الذي لها كل الاهترام والتقلقة جاءبت الرب يسوع نسيح له كل المجد فشغل الثاني كمان موجود في إنجيل لوقا تمام إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية 34 والآية 35 الإصحاح الأول الآية 34 و35 وقول لك والروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله ففي هذه الحالة دكتور دكتور الغالي أشرف ربي باركك طبعا وبارك البرنامج والجميع موجودين فعبارة عبارة نسلها اللي هي السيد ففي النبوء طبعا كلمة كلمة سيد أو أو سبري يعني بالإنجلش كذلك الأمر فالنبوء هي تشير إلى نسل يأتي من هذه المرأة بدون مشاركة أي رجل نعرف أن القدسة الطبوية مريم طاهرة عفيفة لم يمسها أي رجل أي عدراء بدون زريع بشري وكمان تنبع عنها أشعياء النبي في أشهر سبعة أربعة عشر أي شعيرة إذا تقول يعني يولد لدينا ولد وتعطى ابنا وتقول أسعى كتفه وإذا تسمعه عجيبا مشيرا آبا أبديه رئيس السلام فهذا فهذا الكلام يجب أن نفهمه مع بعضنا البعض نفهم هذا الكتاب المقدس الذي هو كتاب الكتب أنا بسميه كتاب الذي يشرح عملية التجسد يشرح عملية التجسد يشرح ميلاد الرب يسوع المسيح ميلاد العذراء والخديسة الطاهرة ماريا بن عذراء قيامة الرب يسوع المسيح ولكن ليس موضوعنا عن القيامة ولكن موضوعنا عن التجسد عن تجسد الله الذي للأسف الشديد بعض الناس تفكر أنه مثلا أنه الله ضعيف أنه يتجسد حاش وكله الله أخذ صورة إنسان صار في شبه الناس أطاع الموت موت الصريح وهذا اللي احنا بدنا نوضحه في كمان في رسالة عبرانيين إصحاح الثاني الآية 14 والآية 15 يقول لك لكي يفيد الموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إليس نعم ويعطق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً حياتهم تحت العبودية يعني أنا وأنت وجميع الموجودين والناس اللي كانوا في العهد القديم ولكن إحنا حالياً مش تحت العبودية خلص حررنا يسوع حررنا يسوع من إيه؟ حررنا يسوع من العبودية حررنا يسوع من الناموس حررنا يسوع من كل شيء ولدنا ولادة جديدة هي ملكوت ابن محبته أعطانا ملكوت ابن محبته وأعطانا الولادة الجديدة يعني في كذلك الأمر يعني نفهم إنه الرب يسوع المسيح حب يعني بيقول لك يا يوسف يا ابن داو لا تخف أن تأخذ مريم الذي هو حبل فيها من الروح القدس نعم هذا الشيء مشكلة المسلم أنه بيأخذ نص الحقيقة ويدرك نصها الثاني يعني مثلا يعني هو خد أنه المسيح يولد من عزراء لكنه رفض التجسد الإلهي نعم وطعن فيه نعم مضبوط يعني نعم مضبوط وهو وعشان يستمر في طعنه يستمر في طعنه إنه هو لا يوجد عنده أي قدل مسلم للأسف ما عندهش أي قدل ولا حتى عنده أي براهين يقدر يقدر يقدمها من عنده تطعن في كتير المعددة لكنه للأسف بيحاول بيحاول إنه آه أصله الحدث دا ما جاش في التاريخ ما كتبهش يوسيفوس بجاد طبعا أنا هوريك بعض الحاجات ما كتبهش يوسيفوس لكنها تاريخية لكن لكن يعني زي ما احنا بنقول في المسأل المصري ما عرفش المسأل دا عندك وعندك انت كمان في السوري ولا يمكن إنه ملقوش في التفاح عيب ألولو يحمر الخدين ما عرفش آه يحمر الخدين نعم فهو بالشكل دا على طول عايز يطعن في كتير المعددة حتى يعني كمان يعني كذلك الأمر يعني أنا بشوف ناس كتير بتطعن في أشياء سبع أربطات وهي الآية للشهيرة نرجع نحن نكررها ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هو ذا العضراء تحب بالزبط بالزبط وتحبل وتلد ابن ودع اسمه عمان وإيد طبعا عضراء بيسهروا يرقعوا ترقيعاتهم انت ترقيعاتهم الفاش للأسف التي باعت في الفشل دايما ما بقولها باعت في الفشل أنا خدت حلقة كاملة عن الآية دي الآية دي خدت فعلا عنها حلقة كاملة وبينت الخرق ما بين باتولة ونعرة وكل الاسخدامات العبرية وعلماء وعلماء تشيير علماء نعم نعم ما هي كمان يعني كلمة علماء كمان هي تيجي مثلا عضراء بكر أو فتاة وبالترجم اليونانية السبعينية بزاق بارتينيوس يس بارتينيوس يس فهذا اللي احنا بدنا نوضحه سداني دكتور أشرف الرب يعني يعطيهم استنارة ويفهموا ويفهموا الكتاب المقدس بكفي انكوا تطعنوا في الكتاب المقدس لانه كتاب الكتب هو أصح كتابا وما فيش أصح غيره ده صح ومن له دون السمع فاليسمع عارف الكاتب الفرنسي المشهور فولتير يس بقول ده كان واحدة من أهداف حياته أنه قالها كده يعني أنه أنا لما أجي أموت يكون الكتاب المقدس ده اتمحى من الوجود واو كويس فحياته كلها كانت طعن في الكتاب المقدس هو مات طبعا كويس هو مات ودار الكتاب المقدس اشترت بيته وحولت بيته إلى دار للكتاب المقدس واو فالكتاب المقدس كلام الله لا يزول تزول السموات والأرض إلى أن يزول لا يزول حرف أو كلمة واحدة شكرا لك أخويا جيكوب ودائما بسعد بدخلتك وبإضافاتك الجميلة وكل سنوات طيب مرتين شكرا لك طيب احنا بنتكلم على بيت لحم وقلت زي بيت لحم القرية صغيرة لما اليهود اليهود رجعوا من الساب 123 شخص بس راحوا سكنوا فين في بيت لحم وإذا حسب عزرة 2 وأصحاحه وعدد 21 بالإضافة إلى كده كثيرين من سكان بيت لحم بسبب التحرش لجنود هيرودس ومديقتهم للسكان في الدخلة والخرجة كثيرون ترقوا المدينة ليه لأنه كان 3 ميل من المدينة كان يوجد قلعة كبيرة وأصر الهيرودس وطبعا أي واحد فينا بيسكن جنب الأصر الجمهوري بيبقى عارف حتى لما يجيلوا ناس تزوروا بيت فتشوا وهم داخلين وهم خارجين المضايقات الكثيرة اللي ممكن يجدها الإنسان فكثيرين تركوا مدينة بيت لحم أيضا وكان عدد سكان بيت لحم حسب العلماء في ذلك الوقت يعني فيه واحد يسمه وليام أولبرايت ده يعتبر أبو علم الأثار الكتابي علم الأثار المرتبط بالكتاب المقدس درس القرى اليهودية وقال إنه القرى اليهودية لم يكن يتعدى سكانها ما بين 300 ل500 شخص في القرية كويس فلو قلنا إنه حتى بيت لحم أكبر من كده 500 1000 شخص عايشين في بيت لحم لما يقتل الأطفال اللي هما سنتين فما دون ده بتكلم على 15-20 30 شخص فبالتالي ده مش حدث كبير أوي 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 يكتب عنه المؤرخين اللي بره اليهودية لإنه قتل قبل كده كتير لإنه قتل قبل كده الكثيرين من الناس فهل يمكن أن يقتل هيروديس؟ نعم هل الأطفال اللي تقتلوا في مسبحة بيت لحم كان عددهم بالألاف؟ لا ده مش عددهم بالألاف طب لماذا لا يذكر لنا يوسيفوس مثلا عن المسبحة دي شيء؟ أولا عدم ذكرها في يوسيفوس لا يعني عدم حدوثها ده مبدأ مغلط عدم ذكر كويس أو زمانيات the argument from silent ما ينفعش تبني argument من صمت صمت هيروديس عنها صمت يوسيفوس عنها لا يعني عدم حدوثها دي حاجة حاجة تانية لابد أن نضع دموية هيروديس كشخص دموي في الاعتبار ونضع أيضا حجم مدينة بيت لحم في الاعتبار هيروديس يقول عنه الكتاب فلما سمع هيروديس الملك اضطربة حنائزن لما رأى هيروديس أن المجوز سخروا به غضبة جدا وقام وكرر أنه قتل الأطفال يوسيفوس لم يذكر أحداث تاريخية مهمة أخرى بالنسبة اليهود يعني مثلا لما كلاوديوس الإمبراطور كلاوديوس سنة 48 أو 49 أمر بطرد اليهود من روما أليس هذا حدث ضخم جدا أنه يطرد اليهود من روما حدث كبير تخيل كده مثلا أنه ألمانيا قررت طرد العرب منها كل الجرائد تكتب عنه صح؟ إنما هيروديس كلوديوس قرر طرد اليهود من روما ما كتبش حاجة عنه ما يعني أنه ده حدث سريح بيلاطوس البونتي حاكم اليهودية الروماني أكتر من مرة أثار غضب اليهود بأنه حاول أنه يضع النصر الزهبي جوه جوه الهيكل وحصل نوع من الاتراب وللدرجة أنه اليهود كتبوا ليه القيصر وطلبوا منه أن يدخل بس ما ذكرش حاجة عنه فعدم ذكر يوسيفوس للحدث لا يعني عدم تاريخيته لكن ما يؤكد تاريخيته شخصية هيروديس ومدينة بيت لحم وصغرها وإنه الكتاب سجل لنا هذا الأمر بوضوح طيب أجي إلى نقطة أخرى إيه بقى بكاء رحيل على أبنائها وكيف يقول متى أن ما حدث في بيت لحم لكي يتم ما قيله بالنبي رحيل تبكي على أبنائها هنا نأتي لنفس الاستخدام اللي هو الطيبولوجي أو الرمزي أو المجازي اللي بيستخدمه دايما متى في إشاراته لتحقيق نبوات أنه يرى في حدث في العهد الأديم معنى ومجاز لحدث تم في حياة المسيح كويس ده المعنى عشان كده لما نرجع يقول لنا إيه في متى اتنين حيزين تم مقيلة بأرمية النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين كويس بيعمل ايه هنا متى بيسترجع بكاء رحيل رحيل لم تكن موجودة أيام السبي رحيل دي امرأة يعقوب زوجة يعقوب وتعتبر أم للأم اليهودية زي ما يعقوب هو أبو الأصباط أيضا رحيل تعتبر أم للأم اليهودية فأيام السبي أرمية بيقول أنه لما جينا بو خزنصر وساب المدينة وقتل الأطفال فيها كويس الأم الكبيرة التجسد لإسرائيل تبكي على أولادها ولا ترضى أن تتعزى لأنهم غير موجودين رحيل ماتت قبل السبي رحيل ماتت قبل السبي خلينا أقول كده ب حوالي ألفين سنة أو يمكن أقل من ألفين سنة قبل السبي لكن يقول رحيل تبكي على أبنها على أبنها عايز أقول أنه أنه رحيل كأم للأمة اليهودية مع أنها ميتة بس بكاء الأمهات في الأمة اليهودية كبكاء رحيل الأم الكبيرة تبكي عليهم وتبكي لأنه أولادها اتسبوا وتبكي على قرب أرشاليم وهكذا أيضا أبناء بيت لحم عندما قتلوا الأطفال في بيت لحم رحيل نفسها لأم اليهودية الكبيرة الجد الكبيرة مؤسسة لأمة اليهودية تبكي على أبنائها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين عشي كده يقول هكذا قال الرب في أرمية ده النص اللي اقترس منه متة هكذا قال الرب صوت سمع في الرامة رحيل اتدفنت في الرامة أبرها موجود في الرامة كويس نوح كانها في أبرها تبكي صوت سمع في الرامة أنه تجسد الأمة اليهودية الأمة اليهودية تجسدت في رحيل أو رحيل تجسدت في الأمة اليهودية وهي تبكي وأمهات بيت لحم يبكون على أولادهم هذا هو ما يقصد متة كل نبوة وكل عبارة قصدها متة صادقة وحقيقة المسيح المسيح جاء وعندما جاء انقلبت الدنيا لكن المسيح ظل وعاش إلى أن تمم ما جاء لأجله وهو أن يصلب من أجلنا كل محاولات عدو الخير لتفشيل مهمة المسيح قد باقت بالفشل لأن المسيح قد جاء وهو يمتلك زمام الأمور ولكي ما يضع نفسه بإرادته ويحقق مشيئته في خلاص الإنسان هذا هو يسوع الذي جاء من أجلنا الذي يدعى اسمه يسوع لأنه يخل الشعب من خطيرهم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم